هذا الرجل لقب بالموت الأبيض لدرجة أنه هو انتصر على روسيا أو الجيش الروسي الوحدة تابع معي في فجر الحرب العالمية الثانية في سنة 1939 أرسل الرئيس الروسي إن ذاك كان جوزيف ستالين أرسل حوالي نصف مليون جندي عبر الحدود الغربية الروسية طبعا من أجل غزو دولة فنلندا فاستمرت الحرب بينهم لمدة ثلاثة أشهر وسميت هذه المعركة بحرب الشتاء ولكن المفاجأة أن الدولة السقيرة هي التي خرجت بالانتصار في هذه المعركة طبعا بمقارنة حجم روسيا بفنلندا ما في أي مقارنة روسيا تعتبر عظمى عند فنلندا دولة سقيرة ترى وكان سبب هذا الانتصار في هذه المعركة أنه مزارع سقير تحول من مزارع إلى قناص فتاكو عرفها باسم سيموهايا هو صاحب قصتنا اليوم طبعا في بداية الغزو أرسلت روسيا إلى دولة فنلندا 750 ألف جندي لدرجة أن القناص استالين أن النصر كان مضمون لروسيا لا محالة ولكن لك أن تتخيل مقارنة بعدد جنود الفنلنديين اللي كان عددهم 300 ألف وأيضا كان عدد محدود من الدبابات والطائرات العسكرية اللي كانت تعد على الأصابع أما الروس كان عددهم ضعف فنلندا كان يملكون وقتها 6000 دبابة وأكثر من 3000 طائرة حربية أكيد بتقول مستحيل أن فنلندا راح تفوز على روسيا وأيضا مستحيل أن روسيا تفوز على فنلندا بهذه القوة ولكن الفنلندين كان يملكون شيء لم يملكونها الروس وهو القناص سيموهايا هذا الرجل ما كان مخيف زي ما تتخيلون كان رجل متوسط الحجم أو متوسط الطول كان ما يتجاوز طوله 150 سنتيمترات طبعا كان يستهزئون فيه وهذا شيء اللي ساعده أن يكون مناسب لعمليات القنص هذا القناص خدم في العسكرية لمدة سنة كاملها قبل بداية الحرب طبعا كان هواياته صيد الغزلان بحكم أنه كان عايش في موطن يتواجد فيه كثرة الغزلان وكان مشهور في البلدها اللي كان ساكن فيها وطبعا كان مشهور بهواياته بالصيد وأيضا إصابة الهدف من أول محاولة وإصابة الهدف من مسافات بعيدة وأيضا بدقة عالية طبعا أثناء حدوث الحرب في معركة الشتاء تم استدعاءه كجندي سابق وأيضا كجندي احتياطي وكان قبل ذهابها للحرب وأخذ السلاح القديم المفضل من محباهه وكان سلاحه عبارة عن بندقية روسية الصنع وهو فنلندي وكان يحارب ضد الروسيين فالرغم أن كان عنده سلاح صنع روسي ولا يوجد فيها عدسات تكبير مثل الاسكوب اللي هو نعرفها سكوب 4 سكوب 3 سكوب 6 تسعة أثناء وصول هالمكان المعركة أعطوه بدلة عسكرية وأيضا لباس أبيض عنشان يندمج مع الأجواء لأنها كانت أيام شتاء وكانت الثلوج مغطية الأرض فهنا تجهز وأخذ جميع الأشياء اللي كان يحتاجها من تموين وأيضا من اتفاق مع القائد إن هو يتمركز الوحدة طبعا اشترط عليه فأخذ معه مونة من الغذاء والماء اللي كان تكفيه اليوم واحد وراح يتخبى بالقابة وأيضا كان الجو بارد وكان المكان مغطي بالثلوج وأخذ مكان يقدر يكشف منه كل المنطقة ومنتظر الجنود الروسيين يجون لهذا المكان وكانت هذه الحرب اللي هي حرب الشتاء استمرت مئة يوم وتمكن القناص هايا بقتل 500 إلى 542 جندي روسي وكل هذا بالبندقية اللي كان يملكها وكانت بندقية قديمة الطراز قال من الأشياء اللي ساعدتني على كشف بعض القناصين الروسيين كان يستخدمون عدسات مكبرة على القناصات وكنت أكتشفها بسبب انعكاس ضوء الشمس في الصباح وهذا اللي خلاني ما أستخدم قناصات حديثة الصنع ويقول كنت أجمع كميات من الثلج حولي عنشان مع إطلاق الرصاصة لا تتنافر الثلوج من عندي مع ارتداد البندقية وكنت أضع كمية من الثلج في فمي عنشان ما يخرج البخار من فمي أثناء التنفس طبعا خلال تلك الحرب انتشر اسم هذا القناص اللي هو سيموهايا وطبعا لقبوه بالموت الأبيض ووصل خبر إنجازات هذا القناص اللي هو سيموهايا إلى القائد الأعلى في الجيش الفنلندي ومنحوه جائزة عبارة عن قناصة مصممة على رغبات الشخصية ولكن لسؤال حظ إن قبل انتهاء حرب الشتاء ب11 يوم تعرض اسموهايا لطلقة نارية من أحد الجنود الروسيين بعد ما عرف موقعه طبعا تعرض لطلقة أصابت فكه وزي ما تشوف في هذه الصورة ودخل في غيبوبه دامة ل11 يوم وما صحة إلا بعد ما وقع الطرفين على الصلح وصحة بنصف وجهه ولكن الإصابة ما وقفتها عن ممارسته لهواياته اللي هي الصيد وأيضا ما وقفتها عن ممارسة حياته طبيعية ولكن التعافي استغرقت وقت طويل وعاش لعمر 96 عام وبعد انتهاء الحرب استعمل مهاراتها بالقنص وأصبح أفضل صائد غزلان في منطقة طبعا وصلت شهرته وكان خلاص يعني يعتبر بطل في هذه الدولة لدرجة أنه كان يخرج للصيد بصحبة ريس فنلندا اللي هو أروهو وبكذا انتهت قصة هذا القناص ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر